مهرجان القاهرة للدراما احتفل السنة اللي فاتت بأبرز القامات الفنية اللي سهمت في الدراما المصرية السنة دي في مفاجآت جديدة هنعرفها من دكتور أشرف زكي وهنعرف كمان دور النقابة في التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية للتنظيم والترويج للمؤتمر في مدينة العالمين الجديدة وبالأخص خلال احتفالية ستارسكريبرزاوردز نسخة الدراما وتحت عروان ستين سنة دراما مصرية شكرا براحب بحضراتكو طبعا ويعني أنا بس عايز أقول مخدمة كده شهادة حق وشهادة صدق اللي إحنا فيه يعني أنا بصراحة يعني قبل ما يجي للعالمين الجديدة وقبل ما شوف يعني ما كنتش مصدق فبقالي كم يوم كده عايش هنا حاجة فوق الخيال إحنا في مكان فوق الخيال يعني الحمد لله أن مصر تشهد هذه النقلة الكبيرة بوجود مدينة العالمين الجديدة بسحرها بجمالها الزحام الشديد الحفلات اللي نكحت عبر المعرجان وأنا حضرت وولادي حضروا أصدقائي حضروا وكان الحشد الجماهيري كبير إقبال شديد جدا على المدينة العالمين يعني إحنا بنفخر كمصريين إن إحنا عندنا هذا الصرح العظيم في بلدنا يعني بجد دي شهادة حق وشهادة صدق إحنا باختصار شديد يعني لما جات لنا فكرة المعرجان ورحت عرضتها على الدكتور ياحل فخراني هذا النجم الكبير واللي ما تأخرش لحظة إنه يوافق على رئاسة هذا المعرجان ثم ذهبت بهذه الفكرة إلى الشركة المتحدة وقابلت الأستاذ عمري الفئي والأستاذ جمال صلاح وكل الفريق الموجود في بي أو دي والشركة المتحدة اللي رحبوا ومن أول لحظة قالوا يلا إحنا معاكم وكل الإمكانيات موجودة وعشان كده أنا بقول لهم إن يعني كلمات الشكر قليلة بل وعاجزة إنها تديكم حق أكل وقفكم معنا لإحنا كنا في أشد الحاجة كنقابة لتنظيم مثل هذا المهرجان اللي الحمد لله يعني ولد كبيراً ولد يعني بنجاحات كبيرة جداً 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 فطبعاً الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لوجود دكتور ياحل فخراني على رأس هذا المهرجان والدعم الشركة المتحدة وبي أو دي وبشكر أستاذ عمري الفئي وبشكر أستاذ جمال وبشكر كل الفريق اللي شغال معنا من الشركة المتحدة طبعاً يعني هذه النسخة هذا العام نسخة استثنائية واسمحوا لي أن أتقدم بشكل سيدة ملك العشيري يعني صاحبة المجهود العظيم هي أستاذ جورج وكل فريق العمل لأنهم الحقيقة عاملين مجهود عظيم جداً 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 ومبهر وإحنا يعني بنتكلم لما شوفنا ولما لمسنا ولما رحنا ولما احتكينا بهذه النجاحات العظيمة فبشكرك جداً 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 وبشكر أستاذ جورج وإحنا باختصار زي ما قال الدكتور يحيا الدورة دي بعنوان ستين سنة دراما إحنا بعنا ستين سنة منذ انطلاق أول عمل يعني قد في عمل مش كبير قوي لكن العمل الكبير اللي إحنا وصقناه هو مسلسل هارب من الأيام للمخرج العظيم الراحل أستاذنا نور الدمرداش ومن سنة اتنين وستين النهاردة احنا بنحتفل بمرور ستين سنة على الدراما المصرية التي جعلت من مصر هوليود الشرق وجعلت الفن المصري هو الفن الرائد في المنطقة العربية فبنحتفل بستين سنة من عمر الدراما المصرية وهيبقى في محطات رئيسية في المعرجان وتكريمات لرموز أعطت وأبدعت وشكلت وجدان الأمة العربية بإبداعتها من ممثلين أو مخرجين أو كتاب أو كتاب السيناريو أو المصورين أو كل المجالات المختلفة في صناعة الدراما لأن مهم جدا أن نقول لصناعة الدراما عبر ستين سنة جعلوا من مصر هوليود الشرق نقول لهم شكرا ونكرمهم أو نكرم بعضهم سواء كانوا يعني عايشين معنا أو حتى لو كانوا من الراحلين حتى نذكر أسمائهم ونكرم أسمائهم كرد لهذا الجميل وعرفان بما قدموه لمصرنا الحبيب زي ما الدكتور يحي قال إن إحنا المسابقة السنة دي بقت شقين شق لجنة تحكيم وموجودة النجمة الكبيرة لأستاذة إلهام شاهين هتتكلم بإسم لجنة التحكيم وشق آخر وإحنا فتحنا استفتاء للجمهور الجمهور أيضا هيقول رأيه ويقول شايف مين أحسن ممثل أحسن مسلسل إلى آخره ونعلن إن تكتين في الحفل إن شاء الله يوم 24 أغسطس إن شاء الله هنا حيث يلتقي المبدعون والفنانون وصناع الدراما وجمهور برضو من عشاق الدراما المصرية الدورة الحالية إحنا كنا وعدنا كان دكتور يحي في كلمته العام الماضي وعدنا إن إحنا ندخل الأعمال مش كلها الرمضانية يعني مش رمضان فقط لا هناخد الأعمال التي خدمت يعني خلال الموسم من رمضان لرمضان وبالفعل لجنة التحكيم وحتى استفتاء الجمهور هيشتغل على هذا النطاق فيه ممكن يكون جايزة أحسن مسلسل أو ممثل إلى آخره مش شرط يكون عمل رمضاني ممكن يكون عمل كان خارج رمضان الحاجة التانية إن إحنا كنا وعدنا العام الماضي أن يكون المهرجان مستقبلا عربيا وإحنا ما زلنا عند وعدنا ولكن لم نتمكن طبعا في الدورة دي لطبعا لإن إحنا يعني خلي بالكوا لعشان نشارك في التظاهرة العظيمة في العالمين إحنا يعني بدرنا شهرين وده طبعا يعني يعني أخذ مننا مجهود كبير وكسفنا جهد كبير لكن إن شاء الله قد تكون الدورة القادمة أو بعد القادمة المهرجان عربيا ويشمل كل ويمكن أنا اديت يعني رؤية إلى حد ما عن ملامح المهرجان وننتظر أسئلة حضرتكم وشكرا يا فاني تفضلي شكرا لحضرك طبعا بنشكر دكتور أشرف زكي جزيل الشكرا على هذه الكلمة وأيضا على هذا الأعلان الهم